ناشطون معارضون أم مجرد متهمين سوريين عاديين هم الأربعة عشر سوريا الذين رحلوا عبر الأمن العام إلى سوريا هو محور النقاش السياسي الدائر هذه الأيام عائلة حموي المقيمة في هذا المنزل في زاء البلاط منذ أكثر من عشرين عاما ومن حيث لم تحتسب ستصبح جزءا أساسيا من هذا النقاش اذ تفاجأت بتوقيف ابنها طارق من قبل الأمن العام وترحيله إلى سوريا ولكن المفاجأة الأكبر كانت بالخبر الذي تدولته وسائل الإعلام عن أن طارق ناشط سوري معارض تواطأت عليه مديرية الأمن العام ورحلته لمواجهة قدره مع نظام لكن لعائلة حموي كلام آخر تقوله للجديد نحن سمعنا الخبار على العربية أنه ناشط سوريا اسمه طارق خليل حموي فاتجأنا نحن بالخبار واجأنا التلفون فتحنا التلفزيون لأينا هذا الخبر منشور نزلنا على العربية أنه منجبتوا أنتوا هذا الخبار قال هو إجابة وقالنا فقالنا منجبتوا المعلومات وكيف قدرتوا حكيتهم معه ودقلنا من خمس دقائق هو بالأمن العام وبدأ يترحل على سوريا قال هو دقلنا وقدرنا من بعض أمركم ونشوفكم ونشوف حد فيكم بس تقبلنا حدا بالعربية ودقنا التلفون لكذا شخص أعطونا إياه بالعربية كمان نفس الشيء ما كان يردوا علينا بس أنا أقول لك أنه طارق خليل حموي كان قصت هي شو اسمه الإقامة خلصها مدتها لثلاثة شهور لأنه كان فيه تفاجأ هو أنه عليها دعوة بشغلة غيرها الأصص كلها يلي هي يلي هي اتهام أنه سرقة وهي هذا السرقة هي طلع بريء منها واثنان السارئين هلأ هنم موجودين بالحباس جرة طارق التي تكفلت برعايته وأخواته الخمس بعد مجيئهم إلى لبنان وهم صغار تمنت إطلاق سراحه وعودته إلى لبنان لأنه معيل أخواته ولا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد العائلة التي قررت الصمت منذ لحظة توقيف ابنها قررت الخروج عن صمتها هذا بعد استغلال القضية بين الجهات السياسية اللبنانية بحسب ما أخبرتنا الشقيقة طارق والتي ناشدت الرئيس الأسد لإطلاق سراح شقيقها طارق مش مع حدا نحن مش مع السوار لاحظا طيب نحن مش مع النظام نحن مش مع السوار نحن مخصنا يعني نحن خلقنا هون وربينا هون ما منعرف شي بس نحن اسمنا أنه نحن سوريين خلنا بل جنسة يعني هاي مشكلتنا بس خييي مش مع السوار مش مع حدا نطلع هني عم يخطب الأعلام أو معارضين أو شي خيي يعني عم بعين لستة نحن من ناشد دكتور بشار الأسد أنه يعني يترك خيي هو هلا بالجنيئات يعني هو أصلا بريء من كل شي ما بعرف يعني كيف هيك عم بيخطب الأعلام كيف هيك عم يحكوا ربما يكون النشط المفترض طارق حموي عينة عن 13 سوريا البقين وعينة عن التسرع في استغلال قضية عادية كانت تحصل مرارا وتكرارا بين دولتين ولكن في زمن الأزمة السورية بدأ كل شيء يتعلق بسوريا عنصر جذب رامز القاضي قناة الجديد